تنتظر أم أحمد عودة أبنائها المغيبين قسرا منذ اعتقالهم على يد قوة عسكرية مجهولة منذ نحو ست سنوات في ناحية الصقلاوية بمدينة الفلوجة لتجد نفسها مسؤولة عن أطفال غيب آباؤهم الحزن والأسى على غياب المعيل لا يوصف بالنسبة لأم أحمد كما أن عدم معرفة مصير أبنائها المغيبين إلى الآن أكثر مرارة من قضية إخفائهم قسرا نحن ما نطلعنا الولادة ثلاثة طلعنا مشينا ما أخلعنا ما أخلعنا قاع ما مشينا بيها هنا هنا يمس سريع طلعنا إن شاء الله أنا بني منشعات كنا يا أبو الولد وار راحا ويقول ها السعى ندقل محاسبة وأن نلقي عنده شي نخلي وما نقول ننطلع وها طلعنا من ذاك الآن هذا ما لقينا وإلادنا والله العظيم عندي هالبنائة ثلاثة لا راتب لا شيء ابنائة المفقود وأنا وإلاد اثنين مفقودين وبالضيهم حالنا ما أجراننا ما أخلاننا سعاننا إننا الفحانة معرفة مصير أفرادها بات المطلب الوحيد لعائلة أم أحمد بعد سنوات من الإخفاء القسري دون أي تعويض للعائلة من قبل الجهات الحكومية نسأل على ولدنا وأخواننا نريد أن نعرف طيبين ميتين حتى واحد يفتهم نحن اللي راحوا وين؟ نريد أن نفتهم هم وين؟ عدهم شي حقهم تأخذونا ما عدهم شي هدوه خل العالم تروح لأهلة اللي عنده أطفال واللي عنده زوجته اللي عنده أم واللي عنده يعني اللي مزوج واللي عزب كلها خذوها يعني شون ذلك نحن عائلة أم أحمد واحدة من آلاف العائلات في المحافظات المنكوبة التي فقدت أبنائها منذ سنوات بعمليات اعتقال دون مذكرات قضائية وعمليات الاختطاف التي نفذتها الميليشيات بحق السكان حيث لم يعرف مصيرهم حتى اليوم